وصل إلى مدينة بورسودان النائب العام المكلف مولان عبدالله أحمد عبدالله للوقوف على أحداث ولاية البحر الأحمر الدامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة ومن المقرر أن يتسلم النائب العام تقريرا حول الأحداث من رئيس النيابة العامة بالولاية اليوم وفور وصوله انخرط النائب العام في اجتماع مع لجنة أمن الولاية بهدف الاطلاع على تفاصيل الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا وقد شرت اضطرابات قبلية عرقية بين قبيلتي البني عامر والنوبة في الولايات الشرقية الثلاثة على مدى ثلاثة أشهر لتتحول إلى أحداث دامية راح ضحيتها نحو مئة قتيل في مدينة بورسودان وساعدت حالة من التفلت الأمنية التي أعقبت سقوط نظام البشير في انتشار التوتر القبلي على طور حزام الشرق